مع انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة أعادت العمليات العسكرية للاحتلال في مناطق القطاع المختلفة غرات عديدة طاولت مختلف مناطق القطاع بدءا من الشمال وصولا إلى أقصى الجنوب وهنا نتحدث مشاهدين الكرام عن هذه المحافظة التي طالما روج الاحتلال على أنها مناطق آمنة وطالب سكان الشمال بالنزوح باتجاهها هذه المناطق تعرضت المناطق الشرقية منها لقصف مدفعي عنيف بالدبابات والمدفعية الإسرائيلية نتحدث عن إخزاع وعبسان والفرحين والقرارة بينما استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من مدينة خان يونس كذلك مدينة حمد غربي خان يونس تعرضت لغارات عنيفة في هذه المنطقة اللافت اليوم مشاهدين هو أن قوات الاحتلال طالبت من سكان هذه المناطق للتوجه نحو رفح كونها أكثر أمانا لكن المفارقة هو أن مدينة رفح تعرضت لعدد كبير من الغارات اليوم استهدفت الغارات مناطق مختلفة من مدينة رفح ما أسفر عن ما لا يقل عن 44 شهيد نتحدث عن أكبر حصيلة للشهداء في منطقة واحدة داخل القطاع اليوم أما إذا ما اتجهنا مشاهدين إلى وسط القطاع هنا هذه المناطق تعرضت لاستهدافات بالغارات نتحدث عن البريج والنصيرات والزوايدة والمغازي وكذلك دير البلح هذه الغارات أسفرت عن ما لا يقل عن 18 شهيد هنا وادي غزة وهنا تتمركز الأليات الإسرائيلية على طول هذه المنطقة عاودت التقدم منذ انتهاء الهدنة تفصل الشمال عن الجنوب كتائب القسام أعلنت اليوم عن استهداف الحشود المتواجدة جنوبي المدينة بعدد من قذائف الهون صرايا القدس أيضا وجهت ضربة بقذائف الهون باتجاه الحشود المتواجدة قرب مستوطنة نتساريم سابقا أما إذا اتجهنا إلى الشمال محافظة الشمال هنا حيث تدور اشتباكات ضارية اليوم هنا مشاهدين الكرام مربع العطاطرة والسراطين قوات الاحتلال ومنذ بداية الهدنة تراجعت حتى هذا المربع من الشاضي وكذلك من الشيخ رضوان وتمركزت في هذه المنطقة كتائب القسام أعلنت اليوم عن استهداف الآليات المتواجدة برشقات كبيرة باستخدام منظومة رجوم الصاروخية هنا مربع حي النصر حيث تقع مستشفى النصر وكذلك مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون قوات الاحتلال لا تزال تحاصر هذه المنطقة سرايا القدس أعلنت اليوم عن استهداف الجنود المتواجدين قرب مستشفى الرنتيسي والاشتباك مع الجنود من المسافة صفر إذا متجهنا مشاهدين نحو وسط الشمال وبالتحديد مدينة بيتلاهية آليات الاحتلال تواجد في هذه المناطق تتوغل في هذه الأرجاء كدائب القسام أعلنت اليوم عن تدمير دبابة إسرائيلية في هذا المحور كذلك أعلنت عن استهداف ناقلة جند في هذه المنطقة وتدميرها بقذيفة تاندم إضافة إلى الالتحام مع الجنود من المسافة المباشرة هنا في أقصى الشمال الشرقي تقع منطقة بيت حانون قوات الاحتلال تتوغل في هذه الأرجاء في المناطق الزراعية جنود الاحتلال يتمركزون في النصف الشمالي والشرقي من بيت حانون يتحصنون داخل المنازل كدائب القسام أعلنت اليوم عن عودة حرب شوارع طاحنة في هذه المنطقة استهدفت مبنى يتحصن به مجموعة من الجنود بعدد من القذائف المضادة للأفراد والتحصينات رغم كل هذه التطورات وسط كل هذه التطورات المقاومة أكدت اليوم على سلامة منظومتها الصاروخية إذ قامت بتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى استهدفت المقاومة نتحدث عن ضربات صاروخية نحو أسدود وكذلك نحو تل أبيب وبئر السبع إلا أن مدينة تل أبيب نالت النصيب الأكبر من هذه الضربات وهنا نشير إلى أن الاحتلال الذي يزعم السيطرة على محافظة الشمال الصواريخ التي استهدفت مدينة تل أبيب خرجت من قلب هذه المحافظة غلاف قطاع غزة هو الآخر لم يسلم من ضربات القسام إذ وجهت ضربة نحو قاعدة الرعيم العسكرية وكذلك نحو مستوطنتين نتفوت وإستيروت سرايا القدس أيضا استهدفت كل من ناح العوز وعلوميم وكسوفيم وكذلك وجهت ضربة صاروخية نحو نريم في غلاف غزة إلى هنا مشاهدين نصل إلى آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة إريكا حمد